بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سوداميديا سوداميديا برنامج يعمل على نقل وتحليل تفاعلاتكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة يطرحها كقضايا تهم المجتمع السوداني ولنصل جميعا إلى مجتمع معافى وخالي من التشنجات والانفعالات اللي بتقود إلى التفكك والتفرقة وكانت حصيلتنا لهذا الاسبوع احتجاجات وحريق بمنطقة الكلاكلة وقفة احتجاجية لمعلمي السودان أمام وزارة التربية والتعليم أهالي منطقة بليلة يحاصرون ويحتجزون الموظفين بحقل البترول اشتباكات واحتجاجات في مدينة بورسودان أهلا بكم مشاهدين وإلى أولى موضوعات هذه الحلقة شهدت منطقة الكلاكلة بمحلية جبلولية احتجاجات واسعة جدا للمطالبة بتوفير الخفز والمواصلات والخدمات الضرورية واجعل المحتجين إطارات العربات في الشوارع الرئيسية مما أدى إلى إعاقة حركة المرور أمام مستخدمية الطريق ويتسبب كمان في اختناقات كبيرة جدا نتيجة للنيران والدخان المتصاعد خلونا نشوف الفيديو والصور اللي بتحكي لنا لقصة دي جاءة مغاومة الكلاكلة تغف أمام مبنى برقاسة محلية جبلولية زي ما شفنا في الفيديو مشاهد بترجعنا لورا لشهور فاتت وممكن لديسمبر الفات من ما قامت السورة والاحتراط على الوضع المعيشي وترد الخدمات وغلال أزعار وعدم توفر العيش وده بأكد أنه نحن ما زلنا في المربع الأول وفي ذات مطالبنا الرئيسية اطلعنا عشانا للشارع فيه كمان صور بتحكي برضو عن الاحتجاجات في منطقة الكلاكل خلونا نشوف الصور حرق الإطارات حرق المحلات العامة أو الخاصة ده كل ما بحيل ضايقتنا المعيشية ولا بحيل الوضع المعيشي صعب جدا العايشين في الأيام دي غير كده الدخان والحرائق أضرارها الصحية كبيرة جدا على المواطنين هل إحنا عايزين نحيل أزمة بأزمة تانية؟ زن بشو المواطن الفقد روحه بسبب الإختناق الحصل نتيجة للمظاهرات دي ونفس المشهد ده وفي نفس اليوم كان في السوق العربي في واحد من مواقف المواصلات قاموا المحتجين بيرشغي عربات خاصة للمواطنين وماشيين عربات خاصة بمواطنين وهم ماشيين قدام الموقف بيقولوا إنه التصرف ده بسبب عدم ويقوف العربات لكن التصرف ده أكيد نتيجته كانت قسارات كبيرة جدا لأصحاب العربات الخاصة هم زنبهم شنو إذا سألنا نفسنا يعني هم زنبهم شنو يعني إنه ماشي عالتكم انتو انت عارف إنه سايقة العربية ده ماشي وين أو ظروف شنو اللي بتخليوا إنه يمشي مسرعي قدامك وما يقيف ليك رسالتنا أولا خلونا نقدمها للحكومة والجهاز التنفيذي المواطن أولا في أمنه في معاشه وفي كرامته وبنقول للمواطنين المحتجين إنه الممتلكات العامة حجل الجميع لازم نحافظ عليها ولابد من حمايتها وإنه قفل الطرق العامة بضربة مصالح خاصة مصالح كل الناس خاصة مستخدمي الشارع من المرضى وكبار الصين والأطفال الما عندهم زنب وغيره والتعد على ممتلكات الغير بيعتبر جريمة بيعاقب عليها القانون حتى المواطن صاحب العربية اللي انت شايف إنه ما وقفليك الحل ما عنده هو هو كمان مواطن زي وزيك وبيعاني من نفس الحاجات دي ويمكن حاجات تانية كثيرة جدا بيكون هو بيعاني منا وبيشتكي منا نذكر أصحاب المركبات الخاصة بفضل الظهر وإنه سنة وقيمة سودانية حميدة التفاعل والتعليقات الصاحبة خبر التظاهرات معظم التعليقات دي كانت مؤيدة للشباب للأسف والبعض الآخر أشار لأهمية التفاة الحكومة لقضايا المواطنين وبعضهم شدد على الالتزام بضبط النفس وعدم الإنجرار للعنف محتاجين يا جماعي أنه نضبط تصرفاتنا ونضبط أنفسنا محتاجين ندعمل مع الضوائق والمشاكل بطعبير أكثر حضارة من اللي نشوفه وبيسلمي أكثر عشان نصل لأهداف ثورتنا وعشان سوداننا بكرة يبقى أجمل نظم عدد كبير من المعلمين وكفة احتجاجية أمام مباني وزارة التربية والتعليم احتجاجا على خلفية تصريحات وزير التربية والتعليم المتصلة بالشهادة السودانية والتصريحات دي كانت لوزير التربية والتعليم دعونا نشوف الفيديو والصوار نشوف الفيديو والتعليم معلوم أن الشهادة السودانية عند مكانة كبيرة ومرموغة محليا وإقليميا ودوليا بتوافد عليه عدد كبير جدا من الطلاب الأجانب من مختلف الدول لأنها بتمكن من المنافسة في المؤسسات التعليمية العليا في بلادهم ومع ذلك ممكن نقول أن التعليم في السودان بيحتاج لجهد كبير جدا للتطوير والتجويض خاصة فيما يتصل بتهيئة البيئة المدرسية وتوفير الكتاب المدرسي وكمان المعلم المؤهل خاصة في الولايات البعيدة وبعض الأطراف أما المعلم القضى سنين طويلة من عمره بيعطي كل مجهوده وصحة ووقته للطلاب بيحتاج من الدولة لدراسة وتقييم أوضاعه المالية والمعيشية لأنه كثير من المعلمين بيعانوا خلونا نبدأ بحل مشاكلنا الأساسية يا جماعة وتقديم حلول لها عبر الدراسات والبحوث وتقديمها للجهات المختصة نتكاتف كلنا كمعلمين على وضع خطط جديدة للتعليم ندفع بيها العملية التعليمية للأمام نبني بيها نظام تعليمي قوي يكون الأول في المنطقة صراحة التفاعل كان كبير مع الوقفة الاحتجاجية فيها تعليقات على تصريحات الوزير وإنها غير صحيحة البعض اتجه ناحية ضرورة وضع ميزانيات للبحوثة العلمية وتأهيل الكادر من معلمين وابتعاس الطلب المتفوقين إلى جامعات عالمية والبعض يرى أنه سبب تدني التعليم هو الفقر والحروب رسالتنا لكل المزئولين بالضرورة تعملوا على ضبط تصريحاتكم وكلامكم لأننا في مرحلة حساسة من بناء السودان أي تصريح غير مدروس بيطلق العنان وما بنقدر نحدد أبعاده الاستراتيجية والداخلية والله هيكون وبال علينا نحن في السودان هنا نحن في مرحلة بناء وتعمير محتاجين لاستقرار والعمل بعقليات مفتحة بتسعى الجميع باختلاف انتماءاتهم السياسية وغيرها وعشان سوداننا بكري يبقى أجمل نتواصل معكم مشاهدين في كل مكان عقب الفاصل عندنا عدد من الموضوعات خليكم معنا أهلا بكم مشاهدين أهالي منطقة بليلة يحاصرون حقل بليلة للبترول قامت مجموعة من أهالي منطقة بليلة بولاية غرب كردفان باحتجاز ومحاصرة موظفين داخل حقل بليلة للبترول وأثناء ساعات العمل الرسمية خلونا نشوف الصور ونرجع نعلق عليها من المعروف أن عقود الشركات العاملة في حقول البترول تضمن مشاريع وبرامج للتنمية الاجتماعية وتغدم للأهالي في مناطق الإنتاج وبتتصل العقود دي بالخدمات الصحية والتعليمية وتوفير وسائل الإنتاج لمنوء للأهالي وكمان الأهالي دي عندهم أولوية التوظيف على حسب المواهلات واحتياجات الشركات مطالبة الأهالي بحقوقهم حقوا يكون بصورة سلمية ليه؟ عشان يضمن سلامة الإنتاج لأنه كلنا عارفين أن البترول سلعة استراتيجية بنحتمد عليها في جزء كبير جدا من اقتصادنا وأي توقف لحقل من حقول البترول تأثير بكم مباشر على حياتنا وعلى اقتصادنا عشان كذا التعبير عن آراءنا وعن رأينا الخاص نراعي فيه استمرارية الإنتاج وتجنب استخدام القوة لأن المواد المستخدمة داخل الحقل كلنا عارفين أننا غابلة للاشتعال السريع على الجهات المزئولة كمان النظر بعين الاحتبار لمطالب المواطنين لأنها مطالب مشروع للأهالي وعلى الأهالي التواصل مع الجهات المزئولة والمعنية وطرح قضاياهم ومشكلاتهم بصورة حضارية ليه؟ حماية لأرواحهم ولأرواح الموظفين العاملين في الحقول وما ننسي إننا في مرحلة محتاجين فيها بناء اقتصادنا وتعمير بلدنا وعندنا حق في المطالبة نحن ما بنقول إنه ده ما حق عندك حق عزيز المواطن في المطالبة بحقوقنا بس بالطرق السلمية الخبر ده نزل في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي باختلاف مسمياته صراحة المواطنين يتفاعلوا مع القضية بصورة سالبة جدا عشان نكون صريحين وواضحين معظم بنادي بأخذ الحق بالغوة باليد وإن المطالب ده مفروض تتحقق بأي شكل من الأشكال ودغلت طبعا الشركة اللي اتضررت من الأفعال ده شركة استثمارية أجنبية تصرف زيداء بمثل إشارات سالبة جدا لكل المستثمرين الأجانب نحن في مرحلة محتاجين فيها لكل أشكال الاستثمار بلدنا مليانة بخيراتها وكل العالم بينظر لنا وكل العالم آمالهم علينا نحن ما نخرب اقتصادنا ونهدم مستقبلنا مستقبل بلدنا بأيادنا نحن عشان سوداننا بكرة يبقى أجمل مدينة بورسودان على الرغم من الهدوء الفيها والكل نعارفينه صحت على موجة من الاحتجاجات والاشتباكات والفوضى وكانت نتيجة أرواح بريئة فاضة للرحمن نشاهد الفيديو اللي بيحكي لنا قصة مدينة بورسودان الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي نغلت زي الفيديو ده وأضعب بكثير شاهدناه فيديوهات كثيرة لايفات كثيرة كانت من بورسودان السبب في الاحداث والاشتباكات كانت ردت فعل لوصول مزئول غير متفق عليه بين الغبائل الموجودة في الشرق للأسف الشديد أنه تواجه الأهالي مع بعضهم بالأصلحة البيضاء والأسلحة النارية والنتيجة كانت مؤسفة جدا ثلاثة أشخاص ماتوا ومصابين بالمستشفيات 27 شخص مدينة بورسودان وبموقع ومكانتها بين المدن السودانية والكسافة السكانية كمان الموجودة فيها بتتأثر أكيد تأثير كبير جدا بأي فوضى ممكن تحصل فيها وبأثر في حركة الاقتصاد السوداني والحركة اليومية للصادر والوارد باحتبارها أنها هي الميناء الوحيد الرابط السودان بالموانئ الخارجية الفتنة الغبلية التي حصلت في بورسودان تعتبر مهدد للتعايش السلمي بين القبائل في الشرق الحبيب وهي ممكن تكون شرارة للانتقال لبقية مدن السودان المعروفة بتعدد قبائلها وسحناتها ده مؤشر يا جماعة خطير جدا بأثر على الأمن وعلى الاستقرار وعلى التنمية في كل ربوع السودان نحن في مرحلة محتاجين نكون يد واحدة من أجل البناء محتاجين نكون أكثر اتفاق واتحاد وتعاون مع بعض باختلاف قبائلنا الكثير من مواقع التواصل والاجتماعي تفاعلت مع القضية الكثير منهم كمان ضد العنصرية كلهم آراء كانت ضد العنصرية والجهوية الإعلامي عثمان الحلو كتب على تويتر ندال الجميع بالله عليكم البقدر يكتب والبقدر يتكلم في أي موقع أو منبر لايف قناة يتكلموا عن حرمة الدماء والتحزير من الفتن القبلية والعنصرية النار في بورسودان لو استمرت بتاكل الشريك كله وربما السودان والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها المغرد نبيل شاخور كتب توافغ الإدارات الأهلية في مدينة بورسودان على نزع فتيل الإشكال المحدود عبر الحكومة حفاظا على السلم الأهلي والمغرد أشرف كمان كتب همجيات بلد في شكل قبائل في شكل غانون غايب وكل زول ما خد الشعلة ضراع انتو البلد دي سيدا منو والفايدشنو مادام ابناء البلد الواحد ما قادرين يتقبلوا أنفسهم الشرك غريب جنوب وشمال وأطلق الناشطون بموقع تويتر هاشتاغ بورسودان ولقى تفاعلات كبيرة جدا كلها بتندد بالأحداث وبتدعو لترك القبلية وتهدئة النفوس رسالتنا نحن من البرنامج دالي زعماء القبائل إنه دوركم كبير جدا في تهيئة النفوس ولما الشمل لأن الأمن والسلام والاستقرار مرتبط جدا بالتصالح والتعايش السلمي بين القبائل تنوعنا أبدا ما بيعني ضحفنا تنوعنا هو قوتنا واتحادنا مهما اختلفت قبائلنا وانتماءاتنا في الأول والأخير نحن سودانيين وكلنا أخوان وبتهمنا مصلحة البلد ونبقى يد واحدة عشان سوداننا بكرة يبقى أجمل بكذا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج سودا ميديا تابعونا وراصلونا على صفحات البرنامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى جديد الملتقى في أمان الله طيبة لحياة طيبة